اشتركوا في القناة عن الزيوت والدهون وكمان رح نقرأ مجموعة من الأسئلة على السوشال ميديا صباح الخير صباح خير أهلاً دانا ورندا صباح الخير روبا أهلا وسهلا فيكي أهلاً هلا كل يوم خميس روبا بتقرري تجاوبي على تساؤلات عبر على السوشال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي واليوم احنا مخصصينها عن الدهون السمنة والزيت والزبدة والسعرات الحرارية بالضبط لأنه كتير مرات بيجينا استفسارات وفيه شوية المعتقدات خاطئة من ناحية السمنة والزيوت لأنه الناس بفكروا حتى إذا بدوا يعملوا حميات غذائية أو نظامهم الغذائي مفروض أنه بفكروا أنه الأكل لازم يكون صفر دهون وهذا غلط يعني أكيد الأكل فيه لما يكون فيه نسبة من الدهون بيكون طيب أكثر بس رح نستخدم كميات معينة وأنواع معينة يعني فيه أكيد أنواع وحتى فيه أنواع مثلا زي الزبدة ممكن تكون لها فائدة غذائية هلأ رح نحكي شوي على فوائد الزبدة ولكن أكيد بكميات محدودة بيش بكميات هائلة طيب خلينا نبدأ بالأسئلة يلا خلينا نشوف نبلش بي الأسئلة أول سؤال من رنوش دقيق أنتو آي رنوش ميمي نعم هلأ رنوش بتسألك الزيوت في المكسرات أدي مسموح ناخد منها يوميا وهل الزيادة بتأثر سلبا على الصحة هلأ المكسرات هي مفيدة جدا لأنه أول إشي فيها الدهون الغير مشبعة وهاي مهمة جدا لصحة القلب خاصة دراسات أثبتت على موضوع الجوز خاصة اللي هو فيه الـ poly-unsaturated fatiside دهون الغير مشبعة وكمان في عنا فيتامين E المضاد للأكسدة مهم جدا لصحة القلب وكمان فيه نسبة من البروتين والنشويات فيعتبر كسناك ممكن يكون أو ممكن نضيفه على عدة أطباق بزيد من القيمة الغذائية خاصة للنباتيين احنا النباتيين نحاول نشوف وين فيه مصادر بروتين لإلهام فممكن كمان المكسرات يكون فيها نسبة من البروتين بالإضافة للدهون أدي يعني بس ما يتعدى الـ 12 حبة هم حسطين أو إذا حبة إذا هي ما من الشخ الأشخاص اللي إذا عاملة حمية وأكلها عن جد مسلوق أو ما بتحط زيت على الأكل ممكن تاخد 3 حصص من المكسرات 12 حبة الـ 6 حبات حصة واحدة بدها تاخد 6-12 أو أكتر إنه 3 حصص بالمقابل إنه يكون أكلها قليل بالدهون بيصير بس إنه زبدية كبيرة أكيد لا هذا رح يصفي سعرات عالية جدا طب في سؤال من أم يامن وأنا كمان دائما عندي هذا الاستفسار إنه منسمع كثير بالحلويات سمنة أو زبدة لاستخدار فإيش ممكن يكون في عنا بدائل غير زيت الكانونلا وكمان زيت الزيتون اللي منسمع إنهم صحيين أكتر من غير صح هلا في عنا بعض الوصفات زي مرات الباي أو الوصفات اللي فيها نوع من أنواع العجين ما بوزبط الزبدة لأنه بدنا الصلب الزبدة والسمنة خاصة إذا كانت طبيعية الزبدة مثلا إلها فوائد مصدر لفايتامين A مصدر لفايتامين D آه يعني بس هي مشكلتها بالكمية الكتير كبيرة هلا إذا الوصفة نفسها ممكن تخلط نوعين سمنة أو زبدة وممكن تخفف الكمية قد ما بتقدر أو دائما إذا منا نعمل حلويات نعملهم بأحجام صغيرة إنه الشخص ما يتناول كتير كبير وإذا تناول بين فترة والثانية ما رح يأثر لإله حتى الزبدة إحنا ما عم نحكي نطبخ في الزبدة يوميا ولكن إذا تناولناها في وجبة من الأجوات بالواجبات بتطلب وجود الزبدة لتصبط هاي الوصفة أوكي بس بعتمد على الكمية لأنه حتى الزبدة فيها فوائد غذائية حالو طيب أمير الفقهاء بيقول بدي أسألك عن أنواع زيوت بتكون مكتوب عليها خالي من الكوليسترول صحية وهل صحيح إنها خالية تماما وشو النسبة الكمية المناسبة اللي لازم نتناولها تمام هلا هاي الأشياء المرات تستخدم في الدعاية هو أي زيت نباتي ما فيه كوليسترول كوليسترول موجود في المصادر الحيوانية فقط فعادة هما بيحكوا بالدعايات إنه زيت نباتي خالي من الكوليسترول مش إنه مقيوم من الكوليسترول أصلا الزيوت لا تحتوي على الكوليسترول كل أنواع زيوت بزيت زاتون زيت دورة كلهم هذول خالية من الكوليسترول وأصلا الأشخاص اللي بيحاولوا يخففهم الكوليسترول بنقولهم ياخدوا الزيت بدل السمنة أو الزبدة لأنه هذول مصادر حيوانية فيها كوليسترول غير الدهون المشبعة اللي فيها بس برضو بدو ينتبه إنه كترة الزيوت كمان بتأدي لتكوين الكوليسترول في الجسم لأن الكوليسترول إحنا بناخده من مصدرين من الغذاء والجسم كمان بيصنع كوليسترول يعني بتم تصنيعه أنت كمان شبي محضرتين لأدي في سعرات حرارية بكل نوع من أنواع الزيوت بكل نوع نعم طيب أم محمد القاضي بتسأل عن موضوع أنه منسمع أنه السمنة النباتية ممكن أنها تكون أكثر فائدة من الزيت 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 لا مش أكثر فائدة لأ إحنا أي شي صلب بيكون مشبع وعادة المرجارين أو السمنة أو غيرهم من النباتية المعمولة من زيوت نباتية منخاف من إشي من سميزه الدهون المتحولة أو الترانسفات الناتج عن الهدرجة فهي بدنا ننتبه لإلها ولما نشتريها ننتبه للكمية اللي إحنا عم نستخدمها وإيش مكتوب على العبوة سؤال من موسى خشاني بيسألك هل لزيت الزيتون زيت عضاقة بالسمنة؟ زيت الزيتون مفيد جداً لا القلب مفيد جداً للتقليل من الكوليسترول بس في ناس بشربوا زيت أو بتناولوا زيت بكميات كتير كبيرة حتى لو مفيد أي شيء زيادة عن حده حتى لو كان من زيوت مفيدة رح يأذي الشخص ويؤدي لمشاكل صحية يعني ما بسي نتناول شمية؟ للكمية أكيد أكيد يعني منقدر ناخد كمعلقة معلقتين على السلطة بس ما في ناس بيشربوا زيت يعني احنا بيجينا ناس بيشربوا زيت وبتكون كمية منيحة يعني كتير أكتر من المفروض من الحصص المسموح على الشخص الواحد نعم فلا منقدر نتناوله كبديل أو بنظام للغذائي طب هل عم تطلع عموضة جوز الهند فإما محمد عم تسأل أنه منشوف أو منحس فيه كتير زيت جوز الهند فشو بضعه صحياً؟ هلا زيت جوز الهند كتير نعمل عليه أبحاث حتى فيه احنا أكتر من حلقة عملناها على رؤية حكينا عن زيت جوز الهند زيت جوز الهند بميزه عن زيوت الدانية أنه عالي بالدهون المشبعة ولكن مختلفة عن الدهون المشبعة الموجودة في المصادر الحيوانية كل الدهون تتكون من أحماض دهنية وعندنا عنواع كتير من هالأحماض الدهنية فبالعكس هو استخدامه بكميات معقولة له فائدة على الصحة ولكن ما نزيد من استخدامه طيب خلينا ننتقل سريعاً لاستعراض السعرات الحرارية في بعض أنواع الزيوت والزبدة ومعنى أول شيء نثقع زيت زيتون معلقة كبيرة من زيت الزيتون مينة وعشرين تقريباً سعرات حرارية بأديش كمية معلقة كبيرة معلقة كبيرة زيت جوز الهند زيت جوز الهند معلقة كبيرة مينة وعشرين سعرات حرارية باختلفوا بنوع الأحماض الدهنية الموجودة فيها نعم بالنسبة للزبدة معلقة كبيرة فيها تقريباً 102 سعرة حرارية ولكنها غنية بالكوليسترول والجهون المشبعة المارجارين هذا اللايت اللي هو بيكون مخلوط بكمية من الماء يعني بتكون أقل دسمان فبيكون في المعلقة الكبيرة 51 سعرة حرارية وفي عنا السمن فيها تقريباً 112 سعرة حرارية بالمعلقة الكبيرة بس غريب يعني مثلاً إحنا اسمع السمن البلدي كتير غني بسعرات الحرارية ما فرق هم كلهم تقريباً المعلقة الصغيرة تقريباً 45 فهو تقريباً متقاربين جداً ولكن بيختلفوا بنوع الدهون اللي جوا يعني فيه اشي فيه دهون مشبعة عالية جداً الزيت فيه دهون الغير مشبعة من سميها الأحادية اللي لها دخل بها تقليل من مشاكل القلب بيختلفوا بأنواع الأحماض الدهنية اللي بتكون هاي الزيوت والدهون تمام شكراً روبا أهلا وسهلا فيكي أعطيك العافية